دايماً المهرجانات السينمائية بتتصدر الترند سواء كان ده بسبب الأفلام المعروضة فيها أو بسبب ريد كوربت واللي دايماً بيكون فيها أكتر من حدف بيشغل الناس على السوشيال ميديا ولأنه حالياً مقام مهرجان الجونة السينمائي وبعد أيام هيكون في مهرجان القاهرة السينمائي هيكون معنا دلوقتي الكاتب الصحفي والناقد الفاني محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم عشان نعرف منه كل التفاصيل خاصة بمهرجان الجونة وكمان مهرجان القاهرة أهلاً بحضرتك نابي كريم عامل إيه الحمد لله كله طبعاً أنا طبعاً أول سؤال عايزة أعرفه هو ليه دايماً المهرجانات ريد كوربت ساعات بتاخد الأضواء أمور أكتر من المهرجان نفسه تمام خلينا نقول إن ريد كوربت بشكلها الحالي دي حاجة استحدثت على المهرجانات في العشر سين الأخيرة بعد لما بدأت تبقى إدارات المهرجانات في الدول العربية عايزها تبقى قريبة من مهرجان كين ومهرجان فينس اللي هو ريد كوربت تبقى حاجة أساسية ويومية يعني برضو ما كانش زمان ريد كوربت في المهرجانات العربية والمصرية بتبقى كل يوم كانت تبقى فتاح وختام وكانت تبقى مساحيتها صغيرة جداً وكان عدد النجوم اللي بيجي كان قليل دلوقتي الوضع اختلف تماماً وبقت ريد كوربت كانها بيزنس لوحدها فيه ستايلست وخبراء الماكياج والفاشون كل دول بقى بيستفيدوا من ريد كوربت ايه اللي بيخليها منتشرة الموضوع ده لسببين سبب تتحمل وسائل الإعلام الحديثة اللي هي النيو ميديا ان السوشيال ميديا بتبرز الفساتين وبتبرز الريد كوربت وان بعض الفنانين بيحبوا يعملوا نوع من الحركات او يلبسوا لبس يعني غريب علشان خطر يشد الانتباع على ريد كوربت ممكن يبقى بلابترات شهور بيجاهز يلبس ايه ده سبب السبب التاني ان ساعات ان المهرجانات ما بتبزلش جهد كافي سواء هي اول نقاط والصحفين المدعوين انه يبرز لي للجمهور ان فيه افلام والافلام دي بتكلم في قضايا ان ده على مستوى الميديا ببقاش عليه اهتمام فبيدي انطباع للجمهور العام ان ده مهرجان فساتين لكن طبعا ده من صحيح طبعا طيب يعني سريعا كده حضرتك ايه رأيك في الافلام المشاركة في مهرجان الجونة مهرجان الجونة يعني حتى الان المعظم الافلام فيه اصدق طيبة عليها عنده فيلمين مصريين مهمين جدا فيلم واخد جاهزة احسن فيلم وثائقي في مهرجان كان اللي هو رفعت عيني للسماء عنده العرض الاول للفيلم الروائي الفستان الابيض لياسمين رئيس واسماء جلال ومخرجة جديدة لها جيلان عوفة يعني الاصدق عليهم جيدة فيه اصدق كمان على الافلام الوثائقية والافلام القصيرة ومعظمها يعني مستواها جيد وفيه منها كتير واخد جوائز قبل كده خصوصا الافلام الفلسطينية يعني فيه اكتر من فيلم فلسطيني بيتكلموا عن معاناة الشعب الفلسطيني عاملين صادق كويس جدا خصوصا فيلمين ما بعد وبرتقالة من يافا طب حديث تفرقت على اي حاجة من الافلام اللي عاقب الفلسطين بصي هو اولا الافلام اللي عاقب الفلسطين هو اللي يوم مستويين في المستوى التجربة بتاعة المخرج الكبير رشيد مشهروي اللي هو طلب من مخرجين وسينمائيين عايشين في غزة يعملوا افلام قصيرة ويضموهم مع بعض حوالي ساعتين يعني حوالي عشر افلام في ساعة وعشرة في ساعة اللي هو فيلم خمس دقايق تلت دقايق دي افلام متصورة تحت الحرب كويس دي تجربة انا شفت الجزء منها قبل كده في مهرجان السابق فعلا تجربة مميزة جدا وبتوثق بكاملة السينما بقى حاجات عمرنا تفاصيل لكن فيه فيلمين في مهرجان الجنة واحد اسمه برتقالة من يافا ده بطولة المبسل اللي كلها بنحبه هنا في مصر كامل الباشا والفيلم التاني ما بعد خانا اتكلم عن ما بعد لانه فعلا انا قدرت اشوفه انه من امتع وابدع وابدع الافلام اللي تتكلمت عن القضية لانها لم تتكلم عن القضية بشكل مباشر بيتكلم عن اب وام فقدوا يعني اولادهم في جريمة سابقة يعني اعتبار وبنشوف تأثير الصدمة دي عليهم بعد سنين طويل عاملة ازاي بشكل معمول بطريقة فنية عالية جدا يعني ما ينفعش الفيلم انساني جدا ينفع على اي ضحايا الحروب عشان اصور لك الموضوع عامل ازاي خلينا تخيل الامهات اللي كنا بنشوفهم بيعيطوا على التلفزيون وبيبكوا ينتحبوا عشان اولادهم واللي بتقولك يعني ابيضاني واشقر وشعر وكري وحلو واللي بديقول الروح الروح المعاناة الانسانية اللي شوفناها في نشاط الاخبار تعالوا نتخيل بعد عشرين سنة حيبقى حالته عاملة ازاي هو ده اللي عملته مخرجة الفيلم مها الحاج